تلاحم قوات الجيش الفي كراري مع القوات الفي المهندسين. معلومة كازبة ضاربة جد جد. يا اخوانا طبعا ده موجز الانباء. فده ارى شويككم عشان تسمعوا القدام الناجيض. والبلة للمنتظر الكيزان مني. طبعا يا كيزان انا قاعد اغيب منكم ايام الام دي. ولكن ان شاء الله تعالى عائد وبقوة اكتر كمان. يا اخوان انا قبت من الميديا كم يوم? جيت ليك. فتحت الانترنت شفت الا معارف الجيش الفي كراري التحم مع جيش الفي المهندسين. وما عارف ليك شنوه. وكمان فيديوهات شنية الفيديوهات بتحت قطأ الرؤوس الناس الابرياء. اه النسبوهم القوات دعم سريع على اساس عرقي. من قبل القوات الجيش الارهابية. واشياء كتيرة جدا جدا خلبطة في الميديا والبرهان قال زياري كالصلاح الطبي. وفيه النسوان بزغرطان. هو النسوان لو قولي الان قاعد في الصلاح الطبي عليك اللي بولهم كله وقت دا يقعد ما يوقت ما ينتهي مع المدفعية الكلية تضربين دي مع المسائلات. يا عليك اللي فيكونا يا اخي. احد طبي هو الرجال الفوق الناس كيجاب ما قاعده. تقعد النسوان. المهم. اولا موضوع تلاحم الجيش في كراري والمهندسين ده موضوع كاذب جماعة. وانا شخصيا شفته بعيني. مشيش شفت الحاجة دي بنفسي. شارع العرض اللي بقوله ده انا مشيت له. ما في اي حاجة. تانيا محل طارق كيجاب او طارق كذاب بالمعنى الاحصاحة كما قاعد عاودكم. المحلة اللي تصور فوقه ده يا جماعة. ده محل معروف اللي ده كل شو كان مدرمانس وكان خرطوم وايزر شو بيعرف المنطقة ديك. يا اخي مطعم منوك المعارب بيزا. بقع من مطعم سمك مك وشمال زيدة. بيفتح في المهندسين بيفتح الشرك في المهندسين يا جماعة. يا اخي ده محل معروفة انا بيعرفه شخصيا. وكمان الفضحك يا طارق كذاب. البواب بتاع المهندسين ظاهرة. بتقول لنا ات في شارع العرضة وين? يا اخي عليك الله اخاف الله يا اخي بيدكاتريتك جمك. وكمان الحاجة الفضيحة. البندق لما قال كو زيدة صاحبك نم كمك ورمش. ليش عغلت هالبرير دي. ما قدتوا ما قاعد انتو اي موت. قال انتو نزل فلنقات ديل بس. والله موضوع التلاحم ده. الا لو التحمتم معنا الدعم السريع. وبلوك. لكن ما في تلاحم بين الجيش الفكراري والجيش المهندسين. دي معلومة غير صحيحة تماما. وش شاو ازا اثبتوها قدامي. الحاجة التانية موضوع قطع الرؤوس. ديل ناس اللي قلوهم ناس ابرياء قطعوا رؤوسهم على اساس عرقي انهم منتوين الدعم السريع وغير صحيحة تماما. فقط لانهم من قبائل من قرب السودان. وانا تجيش مفتكرين الحاجة دي بتنفعهم وبتدعمهم. لكن بيقيت لهم شنو? بيقيت لهم وجع. دارينا فزع بيقيت لهم وجع. اسي قاعد يبينفو ما عارف نحق ونحاسب وياتو. والله العظيم شيف. ان احنا والله اي شي تبتعاملو من مصلحاتنا فقط. ان احنا مطبقين كل النصائح بتاعة الغاية. والنصائح الدينية ان احنا مطبقينها. المعاملة الحسنة مع الاسير. والنصائح الانسانية كذلك. وقتو لا انسانية لا دين ولا اخلاق. بعيد من دير كلهن. الحمد لله اتفوقنا عليكم ميدانيا. ويتفوقنا عليكم يا خلاقينا. هاي دي كلهن. والثالثا زيارة البرهان للسلاحة الطبي. دي قيار صحيح دي كمان اشنة منها ما في. قال نسوان بزغرطان. قل عليك الله لو في نسوان ليه الان بيقونا في صلاحة الطبي. تاني في رجال اللي كان البرهان لهرب. يا اخي خاف الله. فيديو ممنتج زي ممنتج يتينا لقاعدك اطيعة بعد اللي حانة وضيف فيديوهات. فيديو ممنتج جايبين لك فيديو من شندي. فيديو من السلاحة الطبي قديم. فيديو من النسوان بزغرطان اللي مو ينسوى. يا اخي اعلامكم انا قبل كده قلت لكم اعلامكم اصبح اعلام غير موسوق. اصبح اعلام كذاب. يا اخي ارحم اعلامكم ده شوية يا اخي. ده شنو ده القرف دي يا اخي. وانتظرونا في المرات الغادمة. فيديوهات من داخل من درمان. من درمان دي سر بتقول دي. ان شاء الله انا حاسبت لكم بالصورة والصوت. واي منطقة قلتوا قلتوا ومشيتوا لها. انا حاسحر فيها بازم اللي تعالى. انا حاسحر فيها وبراي واصور. ولو في اي راجل منكم حتى لو كان ياسر كاسات ولا البرهان. خليجي. ايوه. سلام عليكم.